حابب الجماهير تبدأ تعلم معها اسماء اللعيبة لا هقولك على حاجة روح تشيرة الأحمر موجود في الفرقة كلها حلوة حلوة الجملة دي يعني الروح بالأداء بتلاقي 3-4 دخلين بيعملوا ضغط اذا كان ناحية الشمال او ناحية اليمين عايزين يستخلصوا الكرة مش بيديهم مساحات لفرقة امبي وعارجع تاني واشكر في فرقة امبي يعني لعيبة جمدة جدا لعيبة قوية جدا اه ناس ما تفهمنيش غلط بس المباراة بتخلص في صاني الأخيرة المباراة زي ما انت بتقول فيها القاضية من الطبيعي لو كان ماتش يقلس واحد واحد برضو احنا ضيعنا اجوان كتير جدا حاشيش لمس على حكاية انه مبقاش فيه اضاعة للاهداف كتير مع كابتن سامر كل واحد عارف حدود وامكانياته دخل منها حتى البديل البديل دخل غير مباراة حالها يعني بسم الله وانشاء الله بيلم الكرة وبيلف تاني عجبني اوي محمد احمد سعد في الهدف التالي في هدوء كمان والمهارة الفكر بتاعه في التعامل مع كرة زي دي وهو منه على واحد واحد ضد واحد وانا شفته بعد ما جي سجل مع فاروق مش الجسم القوي خلتباك اني عم بنتكلم عنه انما عنده بفكرني بكابتن زيزو كده بفكرني بيك عندكو تعالبة كده في الاداء خلتباك ما قدرش انتظرها منه انما هو بيعمل وبينفز وبيعرض هدف للفوز خلتباك لفرقة امبي الحقيقة وبرجع وبقول انا بشكر في فرقة امبي بالاكسام الكويسة دي وبشكر القطاع بتاع امبي انه بيعرف يعمل فرقة 2006 زي دي نحن ببعيد خالص عجبت ان اسامة عن اي حاجة تانية الحقيقة اللعبة اللي عجبتك في الناد الاهل ما قلت ليش برضو ابرز الاسماء لا لا انا كل الفرقة بروحها عجبتني الحقيقة يعني النهاردة هنقول في كل فرقة بمفتح مصطفى حارس المرمى دفاع كله كامل محارس المرمى عقب العدد ابراهيم عادل يوسف اسلامي شام مصطفى عمار وليد عمر سيد يوسف سيد حتى البديل النزل محمد احمد سعق كله زي الفل الحمد لله كابتن حشيش لازم برضو نلقى الضوء على فريق امبي طبعا